الحقيقة الضرب انت ما ضربتش بس وديد انت اديت سيف او اسمه بقى عبد الجواد بقى عبد الجواد العمد بس هو كان سيف اه بالضبط اديت سيف حتة علقة مش ممكن انت دخلت على على ما يكسب سرية سرية زي ما كانوا يقولوا ودخلت عليها وطبعا هاتسيك يا ضرب في سيف اللي هو بعد كده اكتشفنا ان هو عبد الجواد جعفر العمد انت تقريبا اكتر واحد ضربت اللي انت عملته ده فاحمد ديش وكانت ضرب حقيقي ولا لا والقلم كان حقيقي ولا لا اي قلم قلم بتاع وداد ضربتها قلم بجد لا ما كانش بجد بس محمد سامي ما بياخدش بتاع الضرب غير لما بيبقى حقيقي جدا يعني بنوع بنعمل بروفات كتير جدا بحس يوصل للمشاهد ان القلم حقيقي جدا بقلم وداد ما كانش حقيقي قلم سيد العمدة لوداد لم يكن حقيقي لا لا ما كانش حقيقي طبعا طيب علقت سيد العمدة لسيف او عبد الجواد جعفر العمدة كانت علقة حقيقية ولا لا حقيقية انا كمان فنان جميل ومتميز وشاب هاي اللي بحبه جدا يعني ديته علقة بجد دي علقة كانت بجد وبيني وبين احمد داش في حاجة كده يعني انا بحبه يعني انا بحبه فكنا قابلين من بعض كل حاجة يعني في المشهد لما مسكته وزقيته هو قابل فما تحبه تديله علقة بجد اه يعني مش بجد قوي يعني الحاجات التفاصيل كانت كانت فيها جدية يعني مسكته وزقيته الحاجات كلها فيها فيها جدية بس مش بعنف يعني احنا برضو ممثلين الممثل يعني لما يجي يضرب قلم لازم يقى 80% من القلم تمثيلك انت انت هتعمله ازاي 20% بقى بيبقى فيه قوة احمد زاكي لما كان بيدي القلم كان بيبقى قلم مش تمثيل بيبقى قلم فيه قلم حقيقي يعني اه بيكسر الدنيا يعني ممكن يبقى فيه قلم حقيقي طب خلينا اسأل سيف شخصيا الضرب وجعك يا سيف احمد داش الفنان الجميل اللي كان عامل دور سيف او عبد الجواد جعفر العمد يا مساء الفل يا احمد احمد سمانا هو انا عاوز اعرف منه الضرب وجع ولا لا لأ لان انت طبعا فجئتني ما قلت انا بحسب ان الضربة كان هيبقى تمثيل شوية بدم قلم ودد تمثيل مش حقيق خالص احمد داش انا من اول ما خدته من جوا من جوا من معصورية من معصورية من السلم وزقيته وزقيته على السلم هو ما شاء الله عليه مارن جدا وعشان هو رياضي وبيلعب كورة فلما زقيته كمان اتقلب على الدرج ونزل وخدت انا لقيته يعني انا لقيته هو كمان بياق هو حصله كدمات او حاجة ما تقلب على السلم انا بس بقيت بانا في فضله يعني لما نيجي نعيد انا في فضله هدومه وعليله الدنيا ولكن هو مارن جدا ومشاء الله عليه شاطر جدا يعني مثلا انا بزقه هو ممكن ما يقعش بس هو بياخد الدفعة مني ويعمل لها رد فعل ويتقلب على السلم وينزل تحت يعني الحمد لله المشهد كان صعب جدا المشهد ده على فكرة لانه كان على سلم وكنت بقى شيله حتى وانزل به على السلم فنزل السلم كله كمان على ظهره وانا بجره الحمد لله والله كل الاسادزة تعبوا جدا في المسلسل